اوكي هلو الاحبايب اه بهذا المقطع اه راح نزلكم يا ويمكن ارتاح لكم بيوم او يومين ما راح نزل اه صراح شوي تعبت من اللي قاعد يصير اه بمقطع اليوم راح اقول لكم اني شدت الفيديو نزلته الصبح الان صراحة مليت الناس مرح تقتل له شين ما راح يكون وبالتبل يقولون الفويز من البث فا احاب اقول لكم انه مرقب شي اتواصلتان بياه ولعبت عليه لابة معينة وهو اكد لي ان هذا الفويز هو واحد من الاشخاص ومسجل هي صاحبة فا هذي باضح انه ما لا علاقة بالبث فا يب انه هذو تجي الحقيقة ثاني النور يا حبايب بعد ما كشفت الحقيقة صار اتزلي فيديوهات اللي اساسا بيزان نشرتها من الزمان اللي هو هذا الفيديو العساس هو اني طبعا طبعا نكرت هذا الشي ووضحت هذا الشي بفيديو المقلب وبعدين يعني ما ادري شنو صراحة الفكرة انه انت اذا جايب صورة واحد او شكل واحد يعني هل هذا الشي عيبة او هل هذا الشي غلط بقدر ما تكون انت الشخص قاعد تهدد شخص ممهم اه شوي يا حبايب حاب ارتاح من اليوتيوب يومين وشيرا نرجع لكم بعد اقوى بفيديوهات قوية وعن اخبار قوية بهذا المقطع رح ننقل لكم شوية اخبار فهذا اللي صار يا حبايب حبيت اقول لكم ياه ورح ننقل لكم حاليا الاخبار بشكل كامل وبخلاف طبعا النومر صار يسبني ويهتجاه فما رح نتشف بالموضوع بالختم يا حبايب حاب اشرح شغلة واحدة مثل ما هو قدر انه يدزلي من حساب فيك او من رقم فيك ويهددني نفسه طريقة يقدر يسويها ويا قمر ويهددها من حساب ثاني عمود محد يقدر يشتكى عليه ويقول انه هو اللي قاعد يهدد مع انه طبعا تهديد على الفاضي بس انه يعني دعشي يكون نفس الفكرة يا حبايب انه هو قاعدتنا يسوي هاي بيا تأكدوا انه هذا الشخص عندها الطبع ابنة داخله فهذا اكد لي الصراحة انه انت فعليا الكلام الفويز اطلع عليك الشخص اللي الارسل ليه فانا كان كلام الحقيقي معنى متشة بصادقة والله علي كلن روح الله وافقك والله يسامحك يا رب واذا فعلا انت تتم هدد القمر الله يفك هاسرها من عندك والله ينتقل من كل شخص حاول يضرب بنت مسوذ اي اشي وبس مع السلامة حبايب شكرا